صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة للبيان المعلن بتاريخ 17 من الشهر الخامس لعام 1436 هجريا عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات خلال أشهر محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني من هذا العام 1436 والتي نتج عنها القبض على 928 متهما بطورتهم في تهريب وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم منها فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بتوفيق الله تعالى خلال أشهر جماد أول وجماد ثاني رجب وشعبان ورمضان وشوال من هذا العام 1436 من القبض على 1309 متهمين منهم 453 متهما سعوديا بالإضافة إلى 856 متهما من 35 جنسية مختلفة بطورتهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة وذلك في عمليات أمنية واجه رجال الأمن في عدد منها مقاومة مسلحة تم التعامل معها بمقتضى الأنظمة ونتج عنها مقتل 2 وإصابة 9 من المتورطين في جرائم تهريب وترويج المخدرات واستشهاد رجل أمن وإصابة 25 من رجال الأمن بإصابات مختلفة وقد تم ضبط 703 قطعة سلاح متنوعة مع المهربين والمروجين منها 52 رشاش و584 مسدس و67 بندقية و28 ألفا و460 طلقة حية متنوعة وأوضح المتحدث الأمني بأن العمليات الأمنية أسفرت عن النتائج التالية أولاً ضبط 11 مليون و666 ألفا و847 قرص إنفيتامين ثانياً ضبط 12 طناً و21 كيلوجرام من الحشيش المخدر ثالثاً ضبط 13 كيلو و157 جراماً و400 ملي جرام من الهيروين الخام بالإضافة إلى 188 جراماً و380 ملي جرام من الهيروين المعدل الترويج رابعاً ضبط 3 كيلو و138 جراماً من مادة الشبو المخدرة خامساً ضبط مليون و182 ألفاً و48 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي كما تم ضبط مبالغ مالية النقدية في حوزة المتهمين بلغ مجملها 16 مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين ريالاً ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها كما أكد حرص رجال الأمن بعون الله تعالى على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات والله ولي التوفيق